اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 فريق ريدستار اكيش اتنين اتنين وابن رد عليهم على طول لكن في فاول كده وانزار على رقم اربعة من ريدستار ضاي ومن ده? وسبع داي حتى الان يلا يا ولاد. على طول يتنقل في النص احمد حسام ميدو تغيير في المراكز الاهلوية. التاني هتوخد من خط الخلفي وجري من الرقورة. تسليم وستلام قلو. تعمل التقاطعة. توصل لمصطفى خليل. يقعد دايرة. سقط لمحمد ابراهيم. يرجع لمحمود فايز نعيم يلا يا ولاد. يا راجل. داخل محمود فايز نعيم وكان محمود زكي بيقاب له عشان يلعب لعبة بنالعب الهوى. لكن طلعت فاول للاهلي. تاني مصطفى خليل في النص. اسلام حسن في الباك. يرجع احمد حسام. يطلع من عالدايرة محمد ابراهيم. جاري من غير كرة كويس توصل الاسلام. لا احمد حسام يا الله يا احمد. مصطفى خليل تصويبة. ولا اروع ولا اجمل. تصويبة وهدف. هدف تالت. راجع في الصورة قدام قدراتكم اهو. مصطفى خليل بعد التصويبة الجميلة. والهدف التالت. تلاتة الاهلي. اتنين رادستار. اهدي نتيجة وعدد قدراتكم سبع دايق. واحد وعشرين ثانية. يا الله يا اهلوية مش عايزين نيد رادستار. الفرصة ان هو يقرب مننا. التاني هتوخذ من الخط الخلفي. توصل عند كلوبالي. رقم تمانية. ليه? اتقطعت الكورة وكويس يا الله ولاد هو المرتدة السريعة. ونسجل 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 محمود فايز نعيم. ونسجل الهدف الرابع. المرتدات السريعة الاهلوية. الهجوم الاهلاوي. محمود فايز نعيم. يستلم ويعد ويسجل. هدف رابع. اربعة اتنين والديقات تسعة. يلا يا ولاد. مش عايزين زي ما قلنا ندي فرصة. ليه? يقرب مننا. تاني على طول كلوبالي بيهتمد عليه في الباك اليمين. تاني. يخش كده. نوبه. وفاول. ورمي حرة. وانزار على ابرهيم المصري. لكن لسه الهجمة مع رزستار اتقطعت. على مالك خالص عد نص الملعب. يطلع فاصل بريق سريع لزاك ايه? وهدف. وهدف. محمود زاك بيخش ويسجل. ادي طبعا. الكرة اللي تلعبت طويلة عطع محمود زاك كويس قوي. انفرد بالمرمى. سجل هدف خامس. خمسة الاهل اتنين. ريد ستار. ان شاء الله. على المربع الزهبي بازن الله. يلا يا اولاد. تاني الريد ستار. بيشوت كده التصويبه بدون عنوان لكن. حاكم بيقول فاول. رمي حرة من برد تسعة مطار. تاني ترجع. رقم عشرين. صنع الالعاب. قرون يريه. هاتوا يخد من الخط الخلفي اللي يكلوا بالي. تاني التمرنات بتوصل للجناح اللي بيخش ويسجل. بيخش ويسجل من الجناح. الهدف التالت. يبدأ المصري. الحساب. يدوء ليه على طول توصل ليه محمود فايز نعيم اللي يسجل منها. احمد قساب يطلع على طول لمحمود فايز نعيم بسجل هدف الساتي. ستة الاهلي. تلاتة ردستار. على مهله خالص ردستار يبدأ. وهاتوا يخد من الخط الخلفي بيهتمل على كل بالي في الباك اليمين اللي معاك قورة. لكن لسه الهاجمة مع ردستار وقطع من جر القورة كويس او جاري. ويه تقطعات كويسة لكن النادي الاهلي بيمنع الدفاع ابراهيم المصري. مانع وقاف كويس قوي. انترجع التاني الهاجمة. ليه ردستار. اللي بيحاول كده من الخط الخلف ان هو يشوف صغرة كده في دفاع الاهلي لكن يلم محمود زاكي الكورة. تطلع رامي الجانب. ولسه الهاجمة تاني معاه. يحاول يخش صنع الالعاب. رقم عشرين. وديها اتناشر دلوقتي. ستة تلاتة. رامي الجانب. دفاع الاهلي حتى الان نجح تماما في غلق المساحات. ادام الفرقة مش قادرة تكمل. والمستاد ده سريع وهدف. ايه المرتدات السلاحنا النهاردة? ايه المرتدات السلاحنا النهاردة? ايه دي اهو براهيم المصري يلعب كرة سريعة جدا. ده محمد ابراهيم اللي بيقطع من عالدايرة ويسجل هدف سابع. سابعة تلاتة. على طول كلوبالي. بكيري كلوبالي. باك اليمين ليه? اردستار. تاني الهاجمة لسه. ايه شو تكلوبالي ولا يعمل ايه بيسقط عالدايرة لكن اللي ما ادفعها الاهلي. وايه المرتدات السريعة المحموز زكي. وزكي ايه? ويسجل زكي. ويسكن زكي. الهدف التامن. قلت لحضراتكم. المرتدات السريعة النهاردة. كابتن عاصر اماد. عاملها احسابه اوي وكويس. عشان يكون ده سلاحه. خلال الشوط الاول. ومعاه بيطلب المدير الفني. ريدستار. وقت مستقطع. تمانية تلاتة النتيجة. وبالتالي. هيبدأ بقى يتكلم عن المرتدات اللي حصلت من فريق الاهلي. كلها سرعة جدا. وكلها هدف. لكن هو في الحالات القصوى اوي بيعتمد على الباكليمين عنده رقم تمانية باكاري كلوبالي. وبالتالي هو الوحيد اللي حتى الان اللي ظاهر في الفرقة. فاحنا كده الحمد لله يعني حتى الان تمانية تلاتة. واضح اوي معالم المباراة على فرقة ريدستار بدليل ان هو بيطلب طايم اوت بدر اوي. وادي جمهور الاهلي. اللي موجود في صالحة الامير عبدالله الفايصل. انتهى الوقت المستقطع. وهننزل ملعب المباراة ونشوف. كان واقف على التبديل حماصة معرفش هينزل ولا لأ. لسه كابتن عاصم عماد. ما دفعش بيه حتى الان. قادي كلوبالي اللي قلتها حضراتكم عليه. ورقم اتنين. لسينا بامبة. لكن لسه كورة. على مقله خالص. في اردستار. وبيقابل ابراهيم المصري. جنبي منه على طول. ميدو احمد حسان. ونزل تاني. في النص. محمد ابراهيم. والتاني جاري من غير الكورة. تقاطع عشان توصل ليه. كلوبالي لك المطوعة. يخضها على طول الساد محمد. الاسلام عسد. اسلام على ماله. تفصل الكورة عند احمد حسام. تغييرات. فرقة النادي الاهلي. في المراكز. تاني اسلام حسن. هتوخد مع مصطفى خليل. وجاري من غير الكورة من محمد ابراهيم. يحاول يسقط الكورة عند محموز زاكي لكن ياخد في هاول. الاهلي. هادي تغيير المراكز بولتر حضراتكم عليه راح محموز زاكي هناك. اسلام في النص هو. يسقط حلوة قوي. ليه? مصطفى خليل لكن يشيله حرس المرمة. بوادي جمهور الاهلي. تاني الهاج مرة دي ستار. جلوبالي. هيحاول يساوب ويختارك من نص لكن فيه رمية جزائية. ومعها في دي اتين. على. ابراهيم المصر اعتقد. هنشوف من اللي خارج. يعني كان كده محمد ابراهيم واحمد حسام هم اللي جانب بعض. هنشوف ده على مين? اعتقد على احمد حسام ولا ايه? والهدف الرابع بيتسجل لريد ستار. تمانية اربعة. اعتقد كده ان محمد ابراهيم هو اللي خارج. دي اتين. لان احمد حسام موجود. احمد حسام موجود. اسلام عسن. مصطفى خليل. بده يقابلونا من على التسعة من برة. توصل لمحمود فاز نعيم. جاري من غير كورة وتقطع كويس قوي من محمود زاكي. احمد حسام مصطفى خليل. ياخد فاول. مصطفى في انزار للاعب رقم تمانية. تاني يبدأ محمود زاكي سقط القرة حلوة قوي وهو بيجري. محمود فاز نعيم يقابل الدفاع من جوة. وايه رمي جزائية ومعها دي اتين. رمي جزائية للاهل. ومعها دي اتين. هنشوف من اللي رايح خارج خارج حرس المارمة. هنشوف بقى كده. هينزل خارج ستاشر ونزل اتناشر. كوكو. المواجهة معها. اسلام حسن وكوكو. اسلام حسن. والهدف التاسع للاهلي. تسعى الاهلي. اديها خمس تاشر من زمن الشوت. الاول انتصف الشوت كده وتسعى اربعة. تسعى اربعة للاهلي يلا يا ولاد. كل من الوقت بيعدي. كل ما المباراة بتصعب على ريدستار. احنا احسن وهذه الكرة بتتقطعه هو. يكمل الكرة على طول. اسلام حسن. اسلام. يسقط عند محمود فاز نعيم. اللي بيخش ويلعب كرة. لوب كده من فوق حرس المارمة لكن يدوب جنب العارضة. وهدي طبعا كابتن عاصم محمد. واضح هليك وورا اللي عادت? يلا يا ولاد. نقابل كده من برة نقطع من النوم. وبيخش ويشيل على طول والله. السيد محمد. اللي بدي بيه النهاردة. كابتن عاصم محمد. وهدي تسويبه تاني والسيد محمد يطلق. استلم برهاميون مصري. طلع كرة سريعة جدا. وهدف كرة سريعة جدا. استلمها ابراهيم المصري. واعتقد ان اللي وصلها لمحمد ابراهيم. اللي بيسجل هدف العاشر. عشر اربعة. لقاء. اخر لقاءات دور التمانية. هتولد. افريقيا الاندي عطالي الكووس. رقم اربعة وتلاتين. تاني الهاجمة لسه. تمرات كتير او من الخط الخالفي ما عندهمش حد يشوت من برغ الكلوبالي. كنت افصل تاني لباك الشمال. والهاجمة لسه. ليه? هنقطع الكرة دي نقطعها فعلا انا هو. قلت لحضرات كم بنقطع. كويس اوي الكرة. وعلى طول زاكي. طب احا. ليه? محمود فاز نعيم اللي يخش ويسجل. يخش ويسجل محمود فاز نعيم. الهدف. ال ديها الكرة. يا محمود فاز نعيم بيلعب كرة لوبت كده في الارض. ويه? الهدف الحداشر اللي قال احداشر اربعة. هاد التصويبة عن طريق كله بقالي لكن على طول السيد محمد ونفصت بركل زاكي. يلا يا زاكي. يلا يا زاكي. الهدف الاتناشر. هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين الاهداف المتتالية على طول. عشان نلعب مستريحين الشهد التاني. ويه? بقالي مجهود ممكن. وصلنا للديها التمنتاشر. سبعتاشر ديها تنين وثلاثين سنة. يعني الدقيها التمنتاشر بنلعب فيها. وليسة الهاج مريد ستار. اللي حتى الان. يعني الحمد لله مش باين منه اي خطورة. تاني التمرات زيادة عن اللزوم بتوصل للجناح. لكن بيرجع الراجل الكرة بدل بيخش هو بيرجع الكرة تاني على النص. وتمرات كتير اوي مش عارفين يعملوا ايه? توصل تاني لرقم اتنين. اللي بيخش لسينة ويسجل. لسينة بيخش رقم اتنين اهو. المرة الاولى رجعت كرة لبرة لانه بادي ما خافش ودخل وسجل. الهدف الخامس. خامسة اتناشر. فيه رمية جزائية للنادي الاهلي. نشوف بها من الرايح وقف الملعب. عرص المرمى. رقم اتنين وعشرين. ارميل. مسجلين تلاتة عرص مرمى. وبيشيلها. وبيشيلها. اسلام عسن بيشوت لكن بيشيلها عرص المرمى. وهدي طبقا. الجمهور الافواري. اللي موجود في ايه? صالة النادي الاهلي. والهجبة مع ريدي ستار. تمبراتهم برة كتير. نقطع منهم مستريح. لسه تاني. تغيير في المراكز. نزل كلوبالي في النصف. برجع رقم عشرين. في باك اليمين. كورو نيري. ولسه تاني الكورة. هتوخد من الخط الخلفي. حاول يسقط على الدايرة لكن موطوع من ابراهيم المصري. يجري زكي يستلم لوحده زكي لوحده زكي ويسكي زكي. ويسكي زكي. قلت لحضراتكم. الهجوم الخاطف سلاحنا. الهجوم الخاطف مكسبنا. النهاردة مستريحين وبنلعب قوي 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 على الهجوم الخاطف على اقل مما اهلنا. تلتاشر خمسة. تاني. بعد التمريرات هيب توصل للجناح. رقم اتنين لسينة. اللي بيطلع برة خالص الرجل عنده المدرج. تبقى رامي الجانب للاهلي يعني الكورة رايحة عند المدرج الاهلوية عشان كده الكاميرا بتقوم بتجيب على طول جمهور الاهلي. ووقت مستقطع بيطلبه كابتن عاصم حماد. اعتقد يعني النتيجة مش محتاجة ان هو هيتكلم في فنيات لكن اعتقد ان هو هيتكلم بقى في اسلوب لعب سواء هيهد الملعب سواء هيلعب على المرتدات سواء هيعمل تشكلات تانية موجودة معاه على دكة المدلاء اعتقد كابتن عاصم حماد ممكن يتكلم في الحاجات دي 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 الوقتي. لان فنيات الاهلي يعني متسايد النتيجة حتى الان تلاتتاشر خمسة. وادي الاهداف المتتالية اللي سجلها النادي الاهلي. اهداف ولا اروع ولا اجمل من كده. هجوم خاطف سريع جدا عملوه الاهلوية. ونقحوا ان هو ما يوصلوا النتيجة تلاتتاشر خمسة. كنتها الوقت المستقطع. شو بقى كتن عاصم حماد. قال لهم ايه كده في الملعب. احمد حسام محمود فاز نايم احمد حسام. على طول يطلع لعبد الوارس. مصطفى خليل. حتى الان التشكيل سابت. تاني ترجع لمحمد بريمع الدايرة. طلع الكورة. عندي محمود زاكي اللي بيخش. لكن مشيلا حرس المارما. ارميل. وتبقى الهاجمة عن الريد ستار. توصل كده عند رقم تلاتة. مورو. باكي لي من دلوقتي. ده كده كهو ريح كله بالي الحمد لله. هو اللي كان يعني. بيشوت حاجة من برة. لكن دي روصل تاني المورو. وبيحاول كده يقطع النادي الاهل. رقم تلاتة مورو تاني. واتخطفت اهلوية لكن في سفرة وفاول. فاول. تاني التمرات من برة. هاتقو خد. مادو. كصانع العاب دلوقتي رقم تسعة والمرتدة السريعة محمود زاكي يسجل. ويسجل. المرتدات الهجوم الخاطف. الهجوم الخاطف. الهجوم الخاطف. الاهل النهاردة بيجري كويس قوي. والهجوم الخاطف بتاعه. حتى الان مكتسح بالنتيجة. والنتيجة واحد وعشرين. حتى الان الدياة واحد وعشرين. واربعتاشر خمسة. ادياة واحد وعشرين واربعتاشر خمسة. ولسه الهجمة مع ريد ستار. تغيير في ملاك الزي اللاعبين. اتنال كده رقم تلاتة. مورو. تصانع العاب. توصل لسينة رقم اتنين. والسيد محمد يشيل ورميط مرمى اهلوية. اتنالت على طول ناحية الباك اليمين لكن ترجع تلاتة لمصطفى خليم. عدى مصطفى وكمل. وتحسب تفاول عكسي على الاهلي. تاني بيحاول يشوق طريقه وينجح. ويسجل هدف ساتة. رقم اربعة. كرامو موكو. بيسجل هدف ستة اربعتاشر. دقيقة اتنين وعشرين ونص. عبد الوارس. احمد حسام. مصطفى قليل. هاته خدم الخط الخلفي. تاني التمرينات توصل لمصطفى قليل. واربعة اتنين على الدايرة. يبقى كده عبد الوارس هيكامل ولا مين? والله انا شايف رقم اتنين نزل اهو. حماسة. اهو بالفتوح. محمد ابل فتوح حماسة اهو رقم اتنين نزل. يبقى كده احمد حسام. استريح شوية برده. ولسه الهجم مع الريد ستار اهو هادي التشكيلات اللي موجودة في الملعب. ويه برضو موجود كده على الدايرة. رقم ستة احمد عبد الرحمن. كده كابتن عاصم حماد بدأ يغير في اللعيبة اللي موجودة في الملعب جوه. لسه بيحاول يشوف صغرة كده في دفاع الاهلي. لكن الاهلي قافل تماما. وبيحاول يخش ويسجل رقم اتنين لسينة من الجناح. والهجمة للاهلي. على طول على الدايرة ويسجل ويسجل منها احمد عبد الرحمن. احمد عبد الرحمن بيستلم على الدايرة ويسجل هذا في خمستاشر. خمستاشر ستة. خمستاشر ستة يلا يا اهلوية. المربع الزهبي يناديكم. عشان يبقى الفرقة الوحيدة من مصر. اللي صعدت للمربع الزهبي بعد خروب. في اليوبلس واسبورتنج. تاني الكرة لسه تسويبة. الخط الخلفي والهدف. السابع عن طريق رقم حينداشر. قادر. ويه? خارج الملعب اعتقد ان هي رقمي الجانب ولا ايه? حسب تفاول. والدي اربعة وعشرين وصلنا كده. وخمستاشر سبعة. هاجم الريدستار. على مهله. مقطوعة من الاهلي. اللي امها عبد الوارس لكن تفتع تاني من عبد الوارس ويحاول يكمل بيها. ويسجل. الهدف التامن. تمانية. خمستاشر. للاهلي. تاني ابراهيم المصري يسلم كرته لعبد الوارس ويخرج. مصطفى خليل. زاكي. وهذه طبعا من الحكماتين الدوليتين. هايدي وياسمين حكام مصر الدولية. وعن طول الكرة هاته يخط من الخط الخلفي. يطلع احمد عبد الرحمن يستلم. اللي نزل برضو. مع اماصة. تصويبة من اماصة وهدف. تصويبة من حماصة وهدف الستاشر. ستاشر تسعة. هادي حماصة هوق يخش ويسجل. الهدف الستاشر الاهلي. تاني يبدأ عن طريق تلاتة. اللي بياخد كده الباك اليمين ينزل ليه لسينا رقم اتنين اللي بيخش ويسجل. لسينا رقم اتنين بيخش ويسجل من الجناح. الهدف العاشر. لازم هنا نتكلم شوية. ان السيد محمد يقفل له زاوية تصويب شوية. اسيب الكلام ده بقى. ليه? نجوم التحليل. مع كابتن هيسم السعيد. ونجوم الصلاة. وضيف الكرام. والهاجمة اهلوية. عبد الوارس. مصطفى خليل هتقوخد. يقيت له احمد عبد الرحمان من عدارة هيستلم. لبودي. سقط عدارة لا احمد يسجل والله في العارضة. في العارضة يا حظك يا احمد. في العارضة. العارضة تمنع الهدف السبعتاشر للاهلي. يمنع على طول. ريس طالة كما قطوها توصل للسيد محمد. هيطلع عبد الوارس انه باد يسجل. يسجل عبد الوارس. يسجل عبد الوارس. الهدف السبعتاشر. قادل فاست بريك. قول تحضراتكم. الاهلي. اديها السبع وعشرين. الاهلي بتفوق تفوق كامل. عن طريق الهجمات. المرتدة السريعة. والسبعتاشر عشرة. فارق سبع اهداف. الباقي. اقل من تلات دقايق. يلا يا ولاد. من الشوت ده. مستريحين كده. توفر من الاهداف. وخارج الملعب رمية مرمى. والسيد محمد عشوفه يطلع مين? انا اللي تقول لعبد الوارس. مصطفى خليل. ابراهيم المصري حماسة. عبد يا حماسة. في رمية جزائية. رمية جزائية. دفاع من الداخل ورمية جزائية للاهلي. رايح عبد الوارس ياخد من كرة. من حارس الماربع عشان ما يغيرش. هي دي الكرة بتاعت حماسة ايه? وعبد الوارس. يصوب ويسجل الهدف التمنتاشر. التمنتاشر الاهلي. عشرة. وهدي النتيجة والضبط عدراتكم. تمانية وعشرين دقيقة. بخمس ثوان. يعني بنلعب في الديقة تسعة وعشرين. الهجمة بليل دستار. فرق تمن اهدف يلا يا ولاد. عشان يبقى الشهوط التاني. بليه حسابات تانية خالص. انا شايف كده. فيه انزار. ليه? هعد من الاهلي. كما بنشي يمين لكن لسه الهجمة مع ريد ستار. رقم تلاتة مورو. هاتو خود من الخط الخلفي. باك اليمين يحاول يعد لكن تمريرة كده على طول من اللازم. للحقيقة هل باك الشمال ترجع من على الدايرة تاني. وتصويبها خارج الملعب. رامية مارمة. رامية مارمة اهلوية. على طول كرة لعبة حماسة. يكمل. توصل والله على طول حلوة حلوة حلوة. وصل لعبد الوارس في الجناع. عن طريق مصطفى خليل. يخش عبد الوارس ويسجل. قلت لخضراتكم. فيه تغييرات في مراكز اللاعبين. وديها التسعة وعشرين خلاص. فيه تغييرات في مراكز اللاعبين في الاهلي. ما فيش حد ملتزم بيه مركز معين. عشان كده لانا عبد الوارس بتخش من الجناع ويسجل عبد الوارس. رقم تسعتاشر. الهدف التسعتاشر للاهلي. تسعتاشر عشرة. بتاني الهجمة المره. اللي بيخش ويشوك ويسجل. الهدف الحداشر ولا ده رقم حداشر. قادر هو اللي دخل ويسجل. اهو. هو برضو رقم حداشر بيسجل رقم حداشر. بيسجل الهدف الحداشر زي ما قولنا العبد الوارس. الهدف التسعتاشر. بيسجله. رقم سعتاشر عبد الوارس. كان الهجمة اهلوية تسويبة. الله عليك. الله عليك الهدف العشرين. ومعها ينتهي الشوت التاني. الشوت الاول مشاهدين القرام. بتقدم اهلاوي. عشرين عداشر. وفصل صغير مشاهدين القرام. وانا انتقل في الشوت التاني. مع اطفر تمانياتي مجد حطر. الاهل على فريق راديستار اللي حتى الان الكنيات الفنية تعيدة قوي عني النادي الاهل. ان شاء الله نتمنى ان الشوت التاني يستمر على هذا المنوال. ونطلع كده بنتيجة اللقاء بازن الله عشان نلعب في المربع الزهبي ان شاء الله يوم السبت. ويكون لقائنا فتحة خير كده بازن لها للوصول للنهائي. الفرقة المصرية الوحيدة اللي موجودة حتى الان في البطولة. من التوفيق طبعا لكل الفرقة العربية والافريقية. لكن طبعا نتمنىه للنادي الاهلي. الاهلي حتى الان يعني مقدم اداء عالي جدا. الكل كان متوقع المباراة دي تمشي. يعني آآ ريدستار الافواري. الكل كان بيقول ان هو فريق اولا كان الحمد الله قدام الاهلي. الاهلي الاقوى. والمرتدات السريعة اللي بنشوفها مع حضراتكم ديا كلها. هجوم خاطف للنادي الاهلي. كان بينجح فيه باقتدار سواء محمود زكي سواء آآ عبدالوارس سواء محمود فاز نعيم. كان كل اللعيبة حقيقة ما فيش واحد فيه مؤثر فيه. الهجوم الخاطف اللي خده. وبالتالي قدرنا نفصل للنتيجة عالية عشرين حداشر. كل التمانيات الطيبة. ليه? الفرق الرياضية. المشاركة في بطولة افريقيا. الاندية ابطالي. كقوسة قبل اربعة وتلاتين. باقامة طيبة عندنا في مصر. لكن طبعا الفوز نتمناها خصوصا للنادي الاهلي. ومع بعضينا كده نستعدي لبداية الشوت التاني. انا شايف احراسة المرمى نزل محمد عصام. هنشوف بقى كده التغييرات اللي بدأ يدفع بيها كابتن محمود عاصي محمد نزل رقب حداشر. محمود عاصي محمد. موجود جنبي منه محمود زكي. شايف حمصة في الملعب شايف بودي في الملعب نشوف بقى كده لسه نشوف ناشي البداية طام اللقاء لسه مشاولوش كده على بداية اللقاء. شايف والله برضو احمد حسام. شايف عبد الوارس. نشوف كده التغييرات اللي عاصر في الملعب ايه? ومع بعدينا مشاكين الكرام نبدأ الشوت التاني. على طول حمصة لبودي. لعبد الوارس لزاكي. زاكي. على طول الحمصة لبودي. لمرات من الخط الخلفي عبد الوارس تاني. طلاح عالبودي اللي بيحاول يعجل زاكي. قطب للجناع. ساعت عالدايرة. ليه? احمد عبد الرحمن. ده كمعطوعة من الدستار آآ الواري. يوقف على كورت ويستنى. رقم عشرة. ترجع الاحداشر قادر. هاته نخد من الخط الخلفي. ساندو تاني. لقادر. ودي طبعا من الرأسات الافريقية. اللي على طول مع الكاميرا. تلفت الانصار. ودي التصويب هتيجي منين? يساوب وينجح. الحمد لله. محمد عصاب فيه الزوال على المنباق. في قرامة مرمة لعب السريع على البودي. هيعدي بجسمه كويس. مسقط لكنه. فيه فاول. دي الاهلي. احمد عبد الرحمن كان طلع يسلم من برا. لكن فاول اهل الاهلي. لسه كورة تاني. رود عبد الوارس. هيطلع عند زكي. زكي هتوخد. عمصر بعد اتنين عاد دايرة. تمريرة بدون عنوان والله فاول عكس تحسبت والله. على الاهلي. نزلنا بنلعب. في شوط التاني وعشرين حداشر زي ما احنا. فيش حد يسجل اياه هداف. بدأ يدفع في الدفاع. بايه? القليومي. باجيه. وتصويبه. وهدف. اللي اتناشر عن طريق لقم عشرين. هنرو. والهجمة. ليه الاهلي? على طول بودي. عبد الوارس. زكي. تاني هتوخد من الخط الخلفي. جامرينو استلام لعبد الوارس. يصويب عبد الوارس تيجي في العرضة. بنيه الهجمة مرتد دا سريع جدا. ليه? ريدو ستار ينجح في تسجيل هدى التلاتاشر. يعني كده مسجلين هدى فين? الساندو. اهو. هجم المرتد دا السريعة. عشرين تلاتاشر. عبد الوارس زكي. هاتوخد من الخط الخلفي تاني. يطلع احمد عبد الرحمن عدى رئيس تاني. ترجع لزكي. اللي ايه حماسة. اللي يبودي تاني اللي بيحاول يقوش ويشوت لكن ترجع تاني الزكي. خطفت من زكي. عامره. اللي يجب من المضاد السريع لكن في فعل اهلي يلحق. وتلعب تفاول عكسي تبقى الهجمة الاهلوية. على طول بودي احمد عبد الرحمن. حماسة. يكمل حماسة ولا ايه? اللي يوقف على كرة ويستنى. ياخد فيها واللي يطلع احمد عبد الرحمن يلعب. زكي تغيير المراكز مع عبد الوارس. مخدش بالو بودي كانت في رجليك كرة. نالت الهجمة. ليه? اللي بيحاول يخش كده ويشوت لكن في دفاع من الداخل. ورمية جزائية اعتقد. في دي هتب على لاعب الاهلي. احمد عبد الرحمن. الحمد لله محسبش برامية جزائية حسبها فاول من برة لكن معها دي كل احمد عبد الرحمن. وهدي جمهوري الاهلي. فعلا الرجل كان من برة. نيل الهجمة تاني يودستارلس. يحاول تاني من برها. خط الخلفي. لقد حداشر يشوت. قادر لك من خارج الملعب رمية مرمة اهلوية. محمد عصام على التنفيذ. يلعب الاهلي. ناس لاعب. عبد الوارس في النص تاني. زاكي جنبي منه. بودي ادي الخط الخلفي لبنادي الاهلي. الجنة هنا اعتقد حماسة. ويه? واضح قاوت كده. هقول اللي بيجري. محمد فايز نعيم. والله. انا شايف رقم حداشر. محمود عاصم حماد. في تغييرات في المراكز للنادي الاهلي. يبقى كده الجناحين حماسة. ومحمود عاصم حماد. خط الخلفي موجود. زاكي. جوي مودي. بنص عبد الوارس. جاري من غير كورة. اسليم استلام كويس قوي. تعد منها. زاكي حاول يرجعها الكورة عن. محمود عاصم محمد لكن يقض فاول. حامية حرة اهلوية. ودي جمهورنا الكبيري اللي موجود في صلاة عبد الرحمن الفاوزي في الاهلي. عمير عبد الله الفايصر. والهاجمة لسه. ليه? الاهلي حماسة يحاول يخش لكن على كل اتنين معاه. ده انا لسه زاكي. لحماسة. حاول يعد حماسة ويصوب يسجل. يسجل. قلت نا حضراتكم. هيحاول يعد حماسة. ويسجل حماسة ويعد ويسجل. الهدف الواحد وعشرين للاهلي. الواحد وعشرين تلاتتاشر. كان لسه. يحاول كده. ان هو يشوف صغرة في دفاع الاهلي لكن الاهل اقافي القويس. نزل رقب عداشر قادر تاني. تفصل في النص القادر هتقو خود من الخط الخلق. وقادر بيحاول يشوت لكن بيجي في دفاع الاهلي. ويهي الاماها تاني ويسجل. ويهي الاماها تاني ويسجل رقم اربعتاشر. اللي ابو. بيسجل اهو الراجل. يعدف اللي اربعتاشر. اربعتاشر واحد وعشرين. وديها السبعة. من الشوت التاني اهو ست دقيق. من وعشرين سانية يعني بنلعب في ديها السبعة. وادو الكربك تقطع من بودي لكن خارج الملعب رمي رمي الجانب. على طول توصل لعبد الوارس. يطلع احمد عبد الرحمن يستلم توصل لزاكي. زاكي يكامل ويشوت ويسجل زاكي ولا ايه? حاسبتش حاسب تفاول. تاني زاكي بيشاور كده. عشان بكي حاجة يتنفس في الملعب. تاني بودي يحاول يقطع ويسجل. ويسجل برافو. الهدف. الاتنين وعشرين للاهلي. يخش محمد عبد الرحمن. يسجل اهو. الهدف الاتنين وعشرين. يلا يا ولاد. انا ما قاله خالص. الريدستار. وهدي نتيجة قدراتكم سبعة ده تلات عشر سانية. اتنين وعشرين للاهلي اربعتاشر. الريدستار. كانت قادرة اخد وادي. الدمور المتواجد. صالح الامير عبدالله خيصل. بيه النادي الاهلي. والتشجيع الذي لا يتوقف ابدا. لسه الهجم معرض السطار. هاتو اخد من خط الخلفي. تمرير كتير قوي عنده قادر توصل. تحاول يساقط عالدايرة لكن دفاع الاهلي يشيل وفاول. متحاسب السريعة وتلعبت. بودي ساقط للجناح. عنده محمود عاصم محمد اللي يخش ويسجل. يساقط للجناح سريع جدا. محمود عاصم محمد اللي بيخش شهور راجل ويسجل مستريح الهدف تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين واربعتاشر. لكن الملاحظة في الشروط التاني ان احنا ما عملناش ولا فاست بريك. لسا تاني. التمريرات بقى اللي احفظناها. خط الخلفي يتحرك كتير لكن ما فيش حد يقدر يقرب. ناحية الدفاع الاهلاوي. اللي بدأ يتحرك هو عشان يقطع كورة. يحاول يكمل لكن محمد عاصم بيشيل. ومدي ايه? بيدي رامية جزائية. بيدي رامية جزائية وعنده النتيجة قدام قادراتكم تلاتة عشرين واربعتاشر. رامية جزائية. على طرق معاشرة. ساندو. يشيلها محمد عصام. يشيلها محمد عصام برافو يا محمد. محمد عصام يشيلها. والديات تسعة من الشوت التاني. يلا يا اهلاوية قربنا هو قرب بيغلينا. اول تلت الشوت التاني هو قرب يخلص. محمود زاكي. سريع جدا. الله عليك. الله عليك. الله عليك. كرة ولا اروع يا عبد الوارس. الله عليك تسلم ايديك. بص عبد الوارس للتقاع العالي. التصويبة الهدف اللي اربعة وعشرين. اربعة وعشرين اربعتاشر. يلا يا ولاد. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي هيلعب باقل مجهود حتى الان. الدخل بقى كده مجهوده. المباريات ان شاء الله. دور قابل النهائي. ودي التصويبة لكن في العرضة اللي ما يدفع الاهلي. والمرتدة السريعة اللي لسه بقول لحضراتكم. نعملناش ولا مرتدة حتى الان. اهدي المرتدة السريعة في الشوت الاول. محمود عاصم محمد يخش ويسجل. اهدي. محمود عاصم محمد بياخد كور الزاكي. ويخش ويسجل. ودي الجمهور المتواجد. في صلة النادي الاهلي. كمسة وعشرين اربعتاشر. والهجمة. ليه? تمريرات من برة. ووصلنا للدية احداشر. وهدي التمرير التاني عند قادر اللي بيشوت لكن خارج الملعب رائمي يتمرمى. يلعب قصاب. فاصل بريكت تاني. يلا يا محمود يسجل محمود عاصم محمد. يلا يا محمود يسجل. يسجل محمود عاصم محمد. اهدي عصام اهو. محمد عصام بيطلع له. الكورة سريعة جدا. لسه بقول مع العبناش الشوت التاني. هجمات سريعة فاصل بريكت. ردوا علي على طول بهجمتين اهو. الجن الخمسة وعشرين. والاربعة والاربعة وعشرين والستة وعشرين. وادي الهجمة اهلوية. على طول تلعبت. هتقو خد سريع عند زكي. توصل لبودي. لحماصة. لبودي. والله كم يكمل كده باجي. لقد انتخارك تاني. عشان التبديلات عمر الاليوبي. هينزل عبدالوارس. تاني هتقو خد. تغيير في مراكز اللاعبين. زكي في النص. عبدالوارس في الشمال. بودي في اليمين. اتنقل قبل التمريرة تبقى الكورة رمي الجانب ليه? اتلعبت على طول سريعة. بيحاولوا ان هم يلعبوا الكورة السريعة بينجاقوا فعلا فيها النبادي ويسجلوا الهدف الخمستاشر. عادة كويس قوي. والهدف الخمستاشر قادة النتيجة قدام قدراتكم. احداشر دقيقة تراتة وقمسين ثانية. يعني هنبدأ كده الديئة الاتناشر خلصت. نبدأ في الديئة التلاتاشر كده. وايه? التقدم ما زالي الاهلي. اصحاب الزي الاحمر. ستة وعشرون خمستاشر. تمرات عند زكي. بتوصل لعبدالوارس. لزكي. ليه? بودي اللي بيدخل لحماسة. بشيلها حرس المرمى لك بفيه فيها ورمي حرة. هو حسابها طبعا رمي جزائية هنشوفها كده تاني فعلا. فعلا ان الراجل حاجة حماسة. يا المفروض يعني الواجب بتاعها ديئتين. لكن هو. يقدر رمي الجزائية. عبدالوارس. يهوش نقوله. ويسجل. يسجل الهدف السبع وعشرين. سبع وعشرين خمستاشر. يلا يا ولاد. تمرات من برا نقطع. بيمرروا كتير قوي وسهل قوي ان احنا نقطع على الكرة منهم تاني بيحاول اهو الخط الخلفي ويستلم قلوة والله هو بيجري. لكن محمد عصاب يشيلها. تتنقل على طول. دي الاهلي. زاكي يحاول يكمل ويخش فياول وديتين. بتحسب ايه? هنشوف بقى الهدف بتحسب اهو. حسب الهدف. ومعهد يقتين. نلاعب رودي ستار. يبدأوا يلعبوا خمسة. تمانية وعشرين خمستاشر. زي ما قلت لحضراتكم. النهاردة كان يوم الدور قبل النهاء الدور التمانية. فاز وده السمرة المغربية على فقه بالكاميروني واحد تلاتين سبعة وعشرين وصاعد. فاز الاتحاد الليبي. على هليوبلس خمسة وعشرين اربعة وعشرين وصاعد. فاز جي اس كي الكنغولي على سبورتنج خمسة وتلاتين. تسعة وعشرين وصاعد. وان شاء الله نستنى كده. الاهلي وهذه القورة. فاست بريك سريع. زاكي بيلعب قورة جميلة. لهدف التسعة وعشرين. وديها خمستاشر يعني الشوت كده نص الشوت خلص. قدي زاكي هوب. كورة بيلعبها من فوق دماغ حرص المرمى. تسعة وعشرين خمستاشر. وهنا بيطلب المدير الفني. ليه? الريد ستار الافواري. وقت مستقطع. خمستاشر تسعة وعشرين. نتيجة طبعا كبيرة. وهو ده اللي تعودنا من الاهلي. يمكن المباريات كلها انتهت بنتائج قريبة. واحد وثلاتين سبعة وعشرين. خمسة وعشرين اربعة وعشرين. خمسة وتلاتين تسعة وعشرين. النتيجة الوحيدة اللي كبيرة حتى الان وباقتدار هي نتيجة النادي الاهلي وريد ستار الافواري. ان شاء الله تخلص على كده. ونهني ونبارك الاهلي بصعوده. ايه المربع الزاهبي. اللي هيكون مباراة يوب. السبت بازن الله. وادي التميرات والاهداف المتتالية للنادي الاهلي. في الشوت التاني وادي الفاصل بريك اللي لعبه. محمد عصاب ليه محمود عاصر محمد وادي الجنجور المتواجد في صالة الامير عبدالله الفايصل بالقاهرة صالة النادي الاهلي. انتهى الوقت المستطع. نشوف بقى قال لهم ايه المدير الفني. طرى قال لهم هدوا الملعب. العبوا على هدوكم. عشان لو طولوا زمن الهجمة ما يبقاش فيه اهداف كتير للاهلي. اكل لسه اهو. نحاول نقطع منهم. وعلى الدايرة بيخش ويشيلها اعصاب. ويشيلها محمد عصاب. الله عليك يا محمد عصاب. وعلى طول اتنهي الهجمة الزاكي. اللي بيخد على طول محمود فايز نعيم وسجل. وسجل سريعة جدا. محمود فايز نعيم بياخد الكرة ويسجل هدف التلاتين. تلاتين خمستاشر دابل سكور. قلت لحضراتكم النتيجة الوحيدة لحتى الان في دور التمانية العالية هي نتيجة النادي الاهلي. وريدستار الافواري. يحاول يقطع من برا. باجي. القليوبي. كانت تقطع تاني. والوعده خالص زكي. يكمل زكي. يعد زكي. يسجل زكي. يكمل زكي. يعد زكي. يسجل زكي. الهدف الوعده التلاتين. ادي محمود زكي اهو. عادة كويس. سجل هدف ولا اروع. الهدف الوعده التلاتين. ومعها على طول الحماس. من جمهور النادي الاهلي. الاهلي فوق الجميع بشعار بيرفعوا. جماهير ومحب بالنادي الاهلي في الصالة. تاني هتوخد. تمرات من الخط الخلفي. ترسل عند رقم تسعة. مادو. وطارة. اللي بيحاول يخش لكن في سفارة كده. والهجمة المرتادة. الاهلي اطول من اللازم يا محمد اعصاب. طويلة قدن. ترجع تاني. ليه? لما دفاع الاهلي. وديها تمنتاشر خلاص. زكي يكمل يسجل. يكمل يسجل زكي. يكمل يسجل زكي. قلت لحضراتكم محمود زكي. مفيش تهاون. مفيش استهتار. ياخد قرطو. لازم يقش والتسويبة. اللي ولا اروع ولا اجمل. هاتها من جوه. ملهاش حل لشوطة محمود زكي. اتنين وتلاتين خمستاشر. يلا يا ولاد قربنا. يعني حتى الان زي ما احنا متوقعين. وده السمرة المغربي. هيكون معانا ان شاء الله يمست بازن الله. ودي التسويبة. لكن ترجع تاني العرضة ولما هو ينجع. في تسجيل الهدف الستاشر لقم تسعة مادو وطارة. الوقت النتيجة قدام قدرتكم سبعتاشر دقيقة ونص. يعني اديات تمنتاشر شجالين فيها. اتنين وتلاتين الاهلي. ستاشر دستار. الافواري. والهجمة على طول رمي الجانب ليه فريق الريدستار وعلى الدايرة الواحدة اللي كانت تجي برجليه. ولما ادفع الاهلي لكن واقع على الارض لسه يخدها والله. سريعة كده. اعتقد بودي. اهو هو اللي معاك كورة. يوقف على كورته ويستنى. مصطفى خليل. شغيرات في لعيب النادي الاهلي. كابتن عاصم محمد. بدأ يدفع بكل لعيب النادي الاهلي. على مراحل. وادي بيسجل على طول. بيسجل على طول اسلام عسد. اسلام بيسجل الهدف تلاتة وتلاتين. كده اعتقد. يعني الاهلي. كل البودلاء اللي موجودين اللي يعبوا. مفيش حد ما لعيبش. وهدي الهجمة الريدستار. اللي طبعا عارف قوة واختورة النادي الاهلي. قادة التمرات من الخط الخلفي. والتصويبة لكن تجي في دفاع الاهلي. تلات مراتون. تقطع التاني من الريدستار على الدايرة لوحده خالص. ويه محمد قصامي شيل. الرجل تخده ويقى بالفورة. ويقى بالفورة لوحده. هنشوفها تاني اكيد. الرجل ويقى بالفورة لوحده يا جماعة. مسرداش اني خد فورة. اهو. بص عدراتكم مفيش حد معاه خالص اهو. لأ الهاجمة اللي قبل كده ده محمد قصامي صدها. رجع التاني اهو. والواحد ما حدش جي جافه. لكن اتحسبت ليه تاني رقم تسعة مادة وطارة. هعطوا خد من خط خلفي. تمرات كتير قوي. هنحاول نقطع من نوم الكرة لكن سقط على الجناح. بيلعب لعبة من العاب الهوى. طبعا ما تعدش على تفاعل اهلي. قادي عمر الاليوب باجيو. يطلع الكرة على الدايرة لوحده خالص ويسجل. والله. ده خارج الملعب. برا الملعب محمد إبراهيم. لسه تلاتة ومتلاتين ستاشر. زي ما قلت لحضراتكم. اللقاء ده على طول منه للدور قابل النهائي. كانت تمرات من الخط الخلفي. هاتقو خد سريعة. يحاول يسقط على الدايرة لكن ياخد فاول عكسي. واتنالت سريعة للاهلي. مصطفى خليل. على الدايرة لمحمد ابراهيم. ورامية جزائية تفاع من الداخل. قادي طبعا محمد عادل مدرب العام للاهلي. قادي الرامية جزائية هنشوف بقى من اللي رايح. عبد الوارس. واقف عرص المرمى. ارميل رقم اتنين وعشرين. مسجلين هم تلاتة عراس مرمى النهاردة. تهويشة الاولى والتسجيل لهدف الاربعة وتلاتين. اربعة وتلاتين ستاشر. على مقاله خالص ردستار. والدياة واحد وعشرين. حتى الان يعني التسعة ديات تفصلنا عن نهاية اللقاء. والفوز المضمون للاهلي. تاني التمرات من برة. هاته خد من الخط الخلفي حاولي صعد على الدايرة. واعت من ايديته بقى رامية مرمى اهلوية. الوادي المدير الفني. ليه? ردستار الافواري. قادي باجيو. ما بنشوفوش فيه الهجوم فعلا بيسلم قرط ويخره. عبد الوارس. احمد حسان ميدو. بودي ينزل. مصطفى خليل. عبد الوارس. بودي. يطلع يستلب. ميدو تاني من الجناح. واربعة اتنين على الدايرة. وجري من غير كورة. توصل لعبد الوارس. يحاول يطلع الدفاع لبرة. توصل لبودي. عبد الوارس يقطع ويخش. ويخش. ويه? رام يا جزائية. رام يا جزائية الراجل معاه ديتين. ديتين مزبوط. رام يا جزائية وديتين للاهلي. هنا حرس المرمى. راح يغير. هينزل ستاشر. رادا ويلد. هنشوف برضو عبد الوارس معاه. عبد الوارس. يهوش مرة واحدة يشوت. الهدف الخمسة وتلاتين. تسجل من مرة واحدة عبد الوارس. الوارس. جود اهو قاع الجنب كابتن عاصي محمد المدير البتاني. اللي مد الفرصة دلوقتي لكابتن محمد عادل. ان هو يكاتشن على اللقاء. اهو محمد عادل باب في الصورة. ندرب العام. لسه يحاول كده. تمرات من برة تفصل الاربعتاشر. اللعبو. هاتقو خد تاني يحاول الاهلي يقطع. يشوت او يمرر كورة. لكن قطع من جوة دايرة رميت مرمى تلعب السريعة. وهو مستني. مستني عبد الوارس الكورة. عبد الوارس مستني الكورة. لكن ما داخلتش. وتاني بتتنقلي. اطاحت فعل اهلي. على مهله بقى هنا. يستلم على مهله خالص. عشان التغييرات اللي بتتمي في الهجوم والدفاع. احمد حسام. بودي. اسلام عسن. صعت عالدايرة. يسجل. يسجل من عالدايرة على طول محمد ابراهيم. وقدي نتيجة تلاتة وعشرين دقيقة تساتسة الثانية. يعني الجيل الاربعة وعشرين. وقدي الهدف اللي سجله عالدايرة محمد ابراهيم. ستة وتلاتين ستاشر. وتمريرة بدون عنوان. طبق ارامي الجانب للاهلي. على طول بقى يلعب. اسلام حسن يستلم. الجناع حلوة قوي احمد حسام يخش من الجناع. ويسجل. ميدو. الهدف السبعة وتلاتين. سبعة وتلاتين ستاشر. على مهلو ريدستار. يعني يمكنياته طبعا قدام النادي الاهلي مفيش طبعا اي نسبة لكن يشكروا الناس بصراحة قدوا اللي عليهم. تاني التمرات على قد مهاراتهم والتصويبة هي لكن محمد عصام. بيش هي لها لكن اللي ما تاني منع الدايرة لكن رمية مرمة. محمد عصام. يطلع كرطة على مهل. بوقت التعبيرات. المدير الفني. والمباراة على وشه بعينة. هيعمل ايه قدام? الهجوم التكسح للنادي الاهلي. اسلام حسن. تغيير في المراكز مع بودي. تغيير في المراكز والواجبات. جاري من جرقورة يستلم كويس قوي. ويقطع قسام لكن ترجع تاني. ليه بودي? اللي بيحاول يقوش ويسجل. ويسجل بودي. الهدف التمانية وتلاتين. والديها خمسة وعشرين. وخمس ده تفصلنا عن نهاية اللقاء. ونقول رسمي مبروك الاهلي. هو طبعا حتى الان متسايد اللقاء نتيجة ولعب. وتمانية وتلاتين. ستاشر. استحالة طبعا النتيجة دي. يقرب منها. فريق دستار لكن طبعا ما ننضرش نقول مبروك غير مع نهاية اللقاء. وتاني الهاجمة. تمرات من برد ستار. يطلع الاهلي يقابل عشان يقطع. لكن ياخد فاول. على طور رقم تسعة مادو وطارة. وتصويبة لكن خارج الملعب بدون عنوان رمية مارمة. وقد طبعا الوجوء الافريقية اللي كانت بتوقص من شوية. كل قاعد حزينة على خروج ردستار. كان طبعا بيتمنوا ان يكون معاهم لكن الاهلي طبعا كبير. الاهلي اكبر من اي حاجة تانية. محمد ابراهيم بيسجل هدف تسعة وتلاتين. كده مفيش غير جي اس كي تكون غولي. هو اللي موجود من ضم فرق الافريقية. لكن موجود من شمال افريقيا. فو اه وده السمارة المغربي. موجود الاهلي الليبي. طبعا هيبقى موجود ان شاء الله النادي الاهلي. المصري. اتحاد ليبيا. يوقع وده السمارة المغربي. والاهلي المصري. خلت فرق من شمال افريقيا. تاني ليدروستار لسه يحاول كده يقدم اي حاجة لك المطوعة من دفاع الاهلي. وعلى ما قاله خالص يطلع على محمد السمي يستلم. وعلى ما قاله خالص الاهلي يبدأ. بودي. محمد ابراهيم. تاني على الدائرة لمحمد ابراهيم اللي يخش. وياخد ايه? ياخد رمية جزائية اتفاع من الداخل. رمية جزائية وادفاع من الداخل. على محمد ابراهيم ياخد منها رمية جزائية. ودي المصورة الرئيسية في صالة النادي الاهلي. عبد الوارس يسجل الهدف اللي اربعين. اربعين ستاشر. رقم خمسة يكوني ايه? على مهله. وهذا طبعا تعبيرات المباراة على وجوه لعبي ريدستار الافواري. لسه هاته يخد من الخط الخلفي. يحاول يستهلك كده زمن الهجم على قد ما يقدر. وهاته يخد. والتصويب لك المحمد عصام يشيلها. الماء تاني من على الدائرة. ويسجل رقم عشرين. من ريدستار هنرو. الهدف السبعتاشر سبعتاشر اربعين. والهجم للاهلي. على ماله خالص. اسلام عاسم. بودي اسلام. هاته يخد يحاول يكمل هو. ياخد فيها والورامية حرة. بودي بداية الديات تسعة وعشرين خلاص. يعني ديها واحد تتفسرنا عن نهاية اللقاء. لسه التمرير من عند اسلام عزن تصويبة. في نشارع حرص المرمى ويلعب قاست بريك سريع. ما يقدرش يلمها. رمية مرمى اهلوية. اتنقلت على طول ليه مصطفى خليل. بودي. هاته يخد من الخط الخلفي. يطلق احمد حسام. يبقى اربعة اتنين على الدايرة. كرة بسقطة كده لأحمد حسام لكن ياخد فاول احمد حسام. سبعتاشر اربعين تسعة وعشرين دقيقة. كمسة واربعين ثانية. خلاص اللقاء. والتاني بيحاول يشوت. ويه? في رمية جزائية ولا ايه? لا والله. معها انتهى اللقاء مشاهدين القرام. مشاهدي من نادي الاهل في رمية جزائية حسبك. نشوف بقى تتلعب ولا ايه? فعلا اهو عبدالوارس. هنشوف هيعمل ايه عبدالوارس هيسجل منها ولا هيشيز بالكورة. بيسجل عبدالوارس الهدف الواحد واربعين. عشان ينتهي اللقاء مشاهدينا القرام. مشاهدي كنات الاهلي. في دور التمانية. ياخد اللقاءات دور التمانية. فوز الاهلي على ريدستار الافواري واحد واربعين سبعتاشر. عشان كده يلتق النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت. معه وده السمرة المغربي. في لقاءات دور قبل النهائي يوم السبت. مشاهدينا القرام. كنت معكم معلقكم الرياضي مجد حطب. ضمتم فرعاة الله وامنه. فاصل صغير. ونرجع للاستاديو التحيين والاستاديو من السبت. كابتن هايسة من السعيد وضيه في القرام. فايلة همي. اشتركوا في القرام. اشتركوا في القرام. اشتركوا في القرام. اشتركوا في القرام. اشتركوا في القرام.